اكد سعادة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير شؤون البلديات والزراعة دعم الوزارة وبتوجيهات من الحكومة الموقرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للعمل الخليجي المشترك بما يسهم في النهوض بملف الأمن الخذائي خلال ترأسه وفد مملكة البحرين في اجتماع الوزارات المعنية بالزراعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد عبر الاتصال المرئي قال الوزير المبارك إن مملكة البحرين تقف مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي في مساندة المبادرات والبرامج التي من شأنها أن تكون رافدا لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية منوها إلى أن المملكة تحرص على إدخال النظم الحديثة في الزراعة والثروة السمكية والقطاع الحيواني بما يسهم في زيادة الانتاج المحلي وفق أصحاب المعالي والسعادة الوزراء خلال الاجتماع على قانون إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد وتعديل قانون البذور وشتلات وتحديث اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية وتعديل قانون الحجر الزراعية الموحد والشراء الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية والإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعضية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون ترجمة نانسي قنقر